اكتر من 9 مليار شخص بالغ بيعانوا من زيادة في الوزن و600 مليون بيعانوا من السمنة في مختلف أنحاء العالم منظمة الصحة العالمية مش بس بتعتبر السمنة مرض ومسؤول عن أمراض أخرى زي أمراض القلب والأزمة القلبية والسكر لكنها أيضا أدرجت السمنة كوباء عالمي وعامل رئيسي في حدوث الوفيات في السنين الأخيرة الخطر بيهاجم كمان الأطفال خصوصا مع ترك أطفالنا فريسة للوجبات السريعة دراسة حديثة أجرتها منظمة راند الأمريكية غير الربحية كشفت أن الأطفال بيتناولوا حوالي 150% سعر حراري إضافي في الوجب الوحدة وده بيعرضهم لخطر السمنة المفرطة في سن مبكرة ومشاكل صحية كتيرة مترتبة على السمنة المفرطة خطرها بيتضاعف مع الإصابة بيها في سن مبكرة أهلا بكم في الفيلم الملهم جدا X Large فيه جملة في الحوار أنا بيعتبرها جملة علمية في ممتهى الأهمية لما كان أحمد حلمي العبقري الجميل بيتكلم العبقري الآخر إبراهيم نصر اللي هو خاله في الفيلم الله يرحمه فبيقول له ما معنى أنت عايزني أععد عندك يا خالي والساعة اتنين بالليل في بيت الساعة اتنين بالليل بيحمروا فيه كبدة وبيعملوا فيه سجوء وعايز نطلع إيه؟ عايز نطلع تامر خجرس ده تعبير مهم جدا تعبير لأنه بداية الجملة أنه كان بيتستغرب أبوه أمه رفيعين هو طلق تخيل لي مين؟ فطلق تخيل لي خاله لأنه راح ععد عنده فترات معينة وهنا بدأ الإدمان وهنا بدأت الجرعة الأولى في مخدر مخيف جدا اسمه الأكل الأكل جزء مهم من المخدرات حالة قريبة جدا من المخدرات ولو شوفنا الفيديو اللي جاي ده هنفهم المعنى ده لأن المعنى ده في الفيديو ده حلو قوي أم يبدو أنها أم وجنبها طفل بس جايبة كيس وطلعت من الكيس أشياء هي عدة المخدرات بالضبط عدة الهيروين حتى فتحت وطلعت الهيروين اللي هو يعني وبدأت تجهزه اللي هو إحنا خلاص خدنا من أيام تحت السيطرة بقى واللي شاف ريكوام أوف دريم رقية حلم عارف يعني طريقة تجهيز المخدرات من الأفلام وبتجهز الطفل شيء مرعب إزاي أم هتدي الطفل مخدرات يطلع الصورة يعني ليرت نكمل يكمل الفيلم اللي غاية آخره لأن أهم اللقطة هي آخر اللقطة في الفيلم المفاجئة أهم اللقطة هي وهو بيبعد الكاميرا كده يريت نرجع ليها اللقطة الأخيرة ونلاقي إن اللقطة الأخيرة إن هي بتقدم للطفل مش بقى مخدرات الحقيقة يعني ده تعبير مجازي ده سندويتش فاست فود وبطاطس والليلة المشهورة عند الأطفال وكأن ده اللي في إيد الطفل ده هو شبه المخدرات بالظبط هي دي بداية الجورة ويجبر بقى الطفل ده واخد على الفاست فود خلاص أدمنها هقول لك على تجربة أنا مريت بها جيت في أي وقات وده عن قصد على فكرة قلت عايزة عرف يرفص فود بتعمل إيه بالظبط حاجة بقى زي شغل المخدرات بقى اللي هو شغل جينام بقى بتاع عبقرية التمثيل زي يا أحمد زاكي قبل ما يعمل المدمن راح واخد جور عشان يجرب يشوف الإدمان ده شكله عامل إزاي ده حصل فعلا فعدت يومين ثلاثة آكل فاست فود في مطعم مشهور اكتشفت حاجة غريبة في كسمي أولا طبعا أنا بلعب كورة فمش هيأثر فيه قوي لكن أثر أثر اكتشفت حاجة كتيرة من ضمنها أن أنا في نفس التوقيت تاني يوم عايز أكل نفس السندويتش إدمان بقى جو إدمان هفهم الكلام ده النهاردة بالتفصيل مع ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم جرحات السمنة الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جرحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب جامعة إن شمس والمدير الواحد لجرحات السمنة أستاذ شودي النين وزميل كلية الجرحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجرحين الأمريكية والحصل على تصنيف جودة دولة في جرحات السمنة أول مرة أعترف التجربة دي على فكرة دي التجربة عن قصد عملتها عن قصد الحقيقة دي مشهورة أه يعني أننا حبيت أعرف فعلا هل الفاص تفوت بس أنا كنت أعرف أن أنا هاطر أتغلب عليه يعني عد تلات أربعة خمس تيام كل يوم أكل سندويتش هو طبعا ده شغل طبعا لما الوزن بتحكم في الجسم مناعة الانسولين بتزيد وبالتالي الناهم بيزيد أكتر نمرة اتنين هو فعلا فيه سر في الفاست فود فيه حاجة فيه سر لا أن أنت تاني يوم في نفس التوقيت قبلها بنصف ساعة تبدأ يعني دماغك تقول أنا عايز أروح أجيب بالسندويتش أيه فعلا نحية ده حصلت معي بعد يومين تلاتة أنا قلت أجربه ثلاثة ايام زود ثلاثة ايام تانين بسبب أن أنا مش قادرة لا أنا عايز تيجي موجة كده من الحاجات دي ويمكن أحنا ما نعرفش الحاجات دي ربما يكون فيه خبر يعني الناس في التغذية أكيد فيها حاجات يدريسه الحاجات دي لأن طبعا الموضوع ده فعلا متكرر مع بعض المركات العالمية اللي هي سندويتشفر اللي هي المعروفة يعني ودي بتحصل معنا كلنا أنت بتبقى عايز فعلا تكرر نفس القصة ولو فلت منك بقى الموضوع ودخلت في سمنة مفرطة الجسم فعلا مش شاركة تاني لأن الكيميا بتاعت بتغير الجات مايكروبيوتا نفسها بيموت منها جزء كبير جدا من المايكروبيوتا اللي هي البكتيريا النفعة في الأمعاء المتحكمة في كمية الامتصاصة المتحكمة في هرموناتنا المتحكمة في الحاجة بتاعنا لما تموت منها جزء كبير جدا التجارب العالمية الرهيبة اللي تعمت عليها وجدوا أن بعض الأكلات الفاس فود دي كلها بتموت بعض الخلايا بعض البكتيريا منها بدون رجعة وبالتالي متوليزم الجسم بتغير برضو بدون رجعة وبالتالي بتلاقي نفسك عندك صعوبة في أن أنت تنزل وزنك بعد الزيادة ويمكن دي لقينا طبعا دي معروفة جدا أن أنت لما يبقى وزنك قليل لو عايز ننزل وزنك زيت 10 كيلو فتعرف تنزلهم لما يزيد 20 هتبقى أصعب لو زيت 30 هتبقى أصعب وأصعب ولازم أتعمل عملية لإنقاص الوزن لأن جسمك خلاص ما بقاش بتاعك الجسم خلاص الميتابوليزم بتاعته تغير الهرمونات بتاعته تغير فأنصح طبعا تماما البعد عن كل الحاجات للأكل الضار الاتجاه للأكل بتاع البيت حتى لو فيه يعني أكل البيت يعني العرف السائد أن أكل البيت اللي بتعامل في البيت مهما يكون غير صحي فهو أقل ضررا من الأكل اللي برا مهما يكون فيه نسبة يعني أقول بالسامنة البلدي مش عارف إيه أقل ضررا من الفاست فود بكتير بكتير طبعا بكتير حتى لو أنت كلت كمية أكبر يعني مثلا أنت عامل في البيت مكارونا بالبشاميل ومش عارف إيه وكلتوا حتة بطة عاملة إزاي ماشي ده كله هو كمية كبيرة ومش صح بس أهوى منك تاكل سندوتش من الفاست فود آه مجموعة من السموم الحقيقة لا أنا نفسي عارف كان إيه اللي حصل لأيامين يعني لأيما أكيد همش هيسيب الموضوع ده لأنه أكيد بالدرس يعني الفرع الوحيد في الجراحات اللي فيه كلمة جراحات معتمدة وجراحات غير معتمدة الكلام ده أنا ما بسألوه يعني كلمة جراحات معتمدة ده حكرة عليك ونتم بس على الجراحات السبت لا في العيون بسأل السؤال ده ولا في القلب ولا في اليورولوجي ولا في البرستاطا ولا في الامتنس ولا في أي حاجة خالص غير أنت وزراعة الشعر خلينا أتكلم بقى كلام من القلب يعني عشان الموضوع جراحات سمنة طبعا الحقيقة فيها علم كتير والحقيقة هو علم يمكن فيه بطريقة غير عادية ضلالات ضلالات يعني فيه حاجات طبعا نتعملت وأثبات فشل رهيب والمفروض نحن ننوع عنها خلينا أقول كلام بسيط لكل الناس تسهيلا لي السادة المشاهدين يمكن الناس اللي عملت والناس اللي هتعمل يعني الناس اللي هي هتعمل المفروض تبعد عن بعض العمليات اللي هي خلاص يعني بطلت يعني زي تدبيس المعدة وعملية الفراشة وحزام المعدة يفضل برضو ونحن نبعد عنه تدبيس المعدة محدش يعملها خالص احنا في مرحلة دلوقتي إعارة إصلاح يعني للناس اللي هم عملت تدبيس المعدة اللي عادين يرجعوا طول الوقت ومش عادرين يأكلوا حاجات صلبة وحاسين إن ده يوز من العملية لا ده طبعا مش صح ده عملية نسيدة دية تماما تدبيس المعدة يجب إصلاحها يعني دي من العملات ومحدش يعملها بقى يعني الناس اللي هتامل عملية مش حاجة يسمعها تدبيس المعدة خلاص ونازل لازم تفهم فيه فرق كبير جدا فرق مهول ما بين تدبيس المعدة وتكميم المعدة دي حاجة ودي حاجة تارية خالص طبعا عملية تدبيس عشان فيه ناس ممكن تنتبك عليهم الكلمة صح يعني احنا لازم نخاطب بأسلوب سهل جدا إن التدبيس هي عملية قديمة كانت تجرى بالفتح الجراحي بطلت خلاص ما حدش يعملها لها مشاكلها التي يجب إصلاحها في الوقت الحالي يعني دي كلمة كده على تدبيس المعدة عملية تدبيس المعدة الطوارد دلوقتي بتعمل بالمنذار عملية اسمها الفراشة ما حدش يعمل برضو عملية الفراشة ما حدش يعمل عملية الفراشة لأن دي برضو هي تدبيس معدة وإصلاحها من الحاجات الصعبة جدا جدا إن انت عشان تنازل جزء المعدة الصغير ده من الهياتس أو من الحجاب الحاجز في منتهى صعوبة وبرضه محتاجة يعني مجهود جامد جدا جراحية حزام المعدة بطل لأنه جسم غريب وغير فعال والحياة ما بقاش ليه مكان في العلم الحديث يعني فما حدش برضه يروح يعمل حزام معدة فدي من العمالات اللي هي بطلت بقى ما حدش يعملها حزام المعدة اللي وقت احنا منشيله بنرميه حزام المعدة يتشال ويتعمل بعده أو أثناء العملية تكمين معدة حزام المعدة يتشال وعمل تحويل مصار معدة مصغر أو تحويل مصار معدة كلاسيك ده جزء كده ما حدش يعمل الحاجات دي العمليات التانية اللي هي المصرح بيها اللي هي المتوافق عليها دوليا تكميم المعدة بتعمل بحرفية تشيل قبط المعدة ما تسيبش ديء في المعدة ولا التواء قيم بس الارتجاع ما قبل العملية التكميم يعني برضه لو عندك فتح يجب حاجز أو عندك بارتجاع شديد يبقى تعمل عملية تحويل ما تعملش تكميم معدة وحقيقي إن عملية التكميم من أشهر العملات اللي هي في العالم بتتعمل بس محتاجة شوية محافظة كده من السكرية والشوكولاتات والأسكريم والمعجنات محتاجة لها في ستايل محترم بحيث إن إحنا نحافظ عليها الوزن ما يرجعش تاني حصل زيادة في الوزن بعد التكميم اعمل بقى حاجة تانية عادي جدا 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 أنه أنت ممكن تعمل تحويل مصار بعدها ممكن تعمل تحويل مصار كلاسيكي مصغر تقوم تقص المعدة تاني في المستقبل مش هحصل حاجة لكن وطبعا فيها يعني دلوقتي إحنا بينا يعني الجرحين بقى تتفنن دلوقتي بأن إحنا نعمل عملية تكميم من فتحة واحدة من ثلاث فتحات من البكيني لعين وبنحط عليها أحيانا حلقة حوالين المعدة منيمايزر كده يمنع تمدد المعدة وممكن الناس بتقول عليها تكميم المعدة المعدل يعني أسماء كده بتبقى اجتهادية هي مش هسمع المعدة والحاجة هي يعني ده تعديل اجتهادي مننا إن احنا ندي أسماء مش طبية يعني للعملية التكميم تسهيلا للشرح وتسهيلا على الناس إن احنا يفهموها يعني بصورة بسيطة هي مش معدلة بحاجة مش معدلة ولا حاجة آه مفاش أي تعديلات هي تكميم عادي بس يعني نقدر نقول مؤمنة أكتر شوية ويمكن زيلة الأمام برضو في تكميم المعدة نحن أخذ طبقة الدون خياطة دي وانت الفيكسيشن طبقة الدون خياطة على المعدة تقليلا يعني زيادة في الأمان للسوشال لايونت يعني طبعا الدباسات أحيانا بيحصل منها مشاكل يعني يعني ما تكونش محكمة يكون بيحصل منها مستفاير أحيانا انت بقى إحنا بنمشي روتين عندنا أنا يعني بعمل الطريقة دي ممكن من حوالي أربع خمس سنين بسبب طبقة الدهون بفول سيكنس ستيتشز بياخدها بخياطها كأن هي كأن ما فيش دبقص أصلا وبالتالي بتدي كفاءة للمعدة إن هي بتتم الغلق عليها مرة تانية وزيادة في الأمان تمنع التسريب وتمنع النزيف وتمنع المشاكل وتمنع الالتواء لأنها تبقى فرد المعدة حواليها عملية تكميمة عملية بسيطة تتعمل في كل الأعمار تعمل في كل الأوزان عملية محتاجة يعني مهارة شوية في إجراءها بحيث إنها تتماس بيبش مشاكل فيما بعد دي مصرح بيها عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي بتتعمل من 1970 أو ما قبلها يعني ممكن بسنتين في 68 عملية جميلة بس هي طبعا لها بعض المشاكل على المدى البعيد إن طبعا هي عبارة عن وصلتين فبالتالي الوصلتين دول فيها شوية صعوبة جراحية بسيطة بالنسبة للجراح نمر اتنين الوصلة التانية دي عرضة للإنسدادات المعوية في المستقبل بنسبة 1% بيحصل إنسدادات معوية في المستقبل عشان كده اللي عامل تحويل مصار معدة كلاسيكي وجاله ألم في المعدة على طول يروح لجراح متخصص بالسمنة عشان ده ربما يكون عنده إنسداد معوي في الوصلة مش معنى كده إن احنا ما نعملهاش لأنه أحيانا بتكون الملازل الأخير اللي واحد عنده فتح في الحجاب الحاجز أو عنده ارتجاع شديد مش عارف يعمل تحويل مصار معدة مصغر فتكون تحويل مصار معدة الكلاسيكي الملازل آمن وعلى فكرة الناس لن يكون عارفة إن الأمريكان بيعملوا العملية دي يمكن تحويل مصار معدة المصغر يمكن صرحوا بيها يمكن من سنة وغد أبروبر في أمريكا رغم اللي اللي عملها أمريكاني آه بس فهي الفكرة إنه تحويل مصار معدة الكلاسيكي هي عملية آمنة تماما بس محتاجة حرفية شديدة في أن أنت تعملها تكون يعني عارف أنت بتعمل إيه فأنصح بيها لكل الناس لعندهم ارتجاع أنصح بيها للناس اللي عندهم فاتف حجاب الحاجز أنصح بيها للناس اللي عملوا عمليات سابقة ما لهمش حل تاني غير تحويل مصار معدة الكلاسيكي يعمل إيه وعنده فاتف حجاب الحاجز وعنده دقي في المعدة من تحت عنده بارة أسوفيجس عاي يعمل إيه بعد عملية التكميم الفاشلة السابقة لو تعملت بطريقة غير منتظمة أو بجراحية مش مصبوطة يبقى ما لهمش حل تاني إلا هو تحويل مصار معدة الكلاسيكي يعني دي بعض النقاط اللي هي على تحويل مصار معدة الكلاسيكي لازم المعدة بتاعتها تكون صغيرة معمولة باحترافية وتقفل فتحات بقى اللي هي تكون مستقبلا مكان للإنسادات المعوية بعد تحويل مصار المعدة الكلاسيكي عملية مصار راحبة تاني تحويل مصار معدة المصغر عملية جميلة بسيطة بس لا يمكن إجراءها في الناس اللي عندهم حمودة جامدة أو ارتجاع شديد في المريء لدرجة البارد أو عندهم فاتف الحجاب الحاجز كبير دولا حلهم تحويل مصار المعدة الكلاسيكي مشت تحويل مصار المعدة المصغر هي ليست مصغر هي عملية ذات وصلة وحدة زي ما قلنا تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي واصلتين فتحويل مصاري المعدة المصغر هي وصلة واحدة عشان كده بقت مصغرة لكن هي مش مضعفة مش ضعيفة يعني عشان بعض الناس بتقول أنا مش عايزة أعمل تحويل مصاري المعدة الصغير المصغرة هي ليست مصغرة اللفظ ده اتلاق خلاص يعني الناس طبعاً باللوقتي بتحب أنها توصيفها One Anastomothic Gastric Bypass بعد ما كان اسمها Mini Gastric Bypass اه ابتدت تبقى تحويل مصاري المعدة ذات الوصلة الوحدة مش تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي عملية بسيطة وقتها قصير يعني وقت بينجي بسيط وعملية قوية جداً في انقاص الوزن عملية مصرحة بيها جداً يعني نيجي بقى على نقطة أشيائكة اللي هي في بعض العمليات الـ Investigation اللي هي العمليات Under Research اللي هي العمليات التي اللي هي لست ما خلتش Approval دولي اعمالها ما فيش مشاكل خالص بس تكون عارف ان انت ايه شروطها وتعملها نورت وابدعتك العالم تصحيح المفاهيم المهمة جداً المحيطة سواء بالسمنة او بأساليب علاجها ده جزء مهمة جداً من الثقافة اللي لازم نفهمها ونستوعبها بشكل كبير جداً في الفترة لي ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظر بكلية الطب جامعة عينشامس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية كان ضيفي كعادته المبدعة في الدكتور نورت الدكتور خليكوا دايماً مع الدكتور أنا محمد محمد عبد السلام مركزة محمد الشرقية قرية الأسدية والحمد لله رب العالمين بقى لي 8 شهور عام العملية نزلت 53 كيلو فرج كبير وعمل معي فرج كبير في الحياة الطبيعية في المشي في النوم في الحياة كلها في طبيعة شغلي فالحمد لله رب العالمين إن أنا وصلت للوزن ولسه مكملين إن شاء الله لما نكمل السنة بعون الله هيكون فيه نزول أكتر من كده أنا عملت عملية تحويل مسار ووزن الأول كان 158 كيلو ودلوقتي 8 شهور أصبح وزني 105 أصبح وزني 10 شهور أصبح وزني 10 شهور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر